على مرأة ومسمع من الحكومة الشرعية يخوض الشعب معركة البقاء على قيد الحياة في مواجهة ميليشيا الحوثي من جديد تثبت مدينة دمت قدرة الشعب على كسر الميليشيا وأن دولة الحوثيين ليست سوى سلطة معلقة في الهواء لا يديمها إلا عجز الشرعية وحسابات التحالف منذ يومين تعيش المدينة احتجاجات وعصيانا مدنيا رافضا لقرار الحوثيين الذي منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية خرج أبناء دمت في مسيرة جماهيرية للمطالبة بوقف القرار الذي يؤثر على حياته بحكم أن معظم تعاملاتهم التجارية مع مناطق تسيطر عليها الشرعية وحين عجزت الميليشيا عن احتواء الغضب الشعبي واجهت المظاهرة بالقمع واعتقلت عددا من المواطنين إلا أن الإضراب والعصيان المدني ما يزال مستمرا كل يوم يضيق هامش الحياة وتتقلص معه فرص المعيشة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا خصوصا مع التدهور المتسارع للعملة وتصاعد العبث الحوثي بالوضع الاقتصادي الذي وصل نطاق تأثيره إلى المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية تضيق سلطات الميليشيا الخناقة على المواطنين عن طريق الجباية والابتزاز القسري ومنعهم من استخدام العملة الجديدة المطبوعة بإشراف البنك المركزي في عدن ليصبح اليمنيون وجها لوجه أمام خيار الرفضي والمقاومة أكثر من مرة تختبر الميليشيا صبر اليمنيين ومن بين ركام المعاناة تتفاجأ بانتفاضات وغضب شعبي عارم يؤكد حقيقة الموقف الشعبي من الميليشيا وسلطتها القائمة على العنف والإرهاب في حين يبدو أن الخيار العسكرية في مواجهة ميليشيا الحوثي محاط بالكثير من العراقل والصعاب تفتح احتجاجات دمت آفاقا جديدة أمام خيار المقاومة المجتمعية مؤكدة على أن الشعب وحده هو صاحب المصلحة الحقيقية بتجاوز هذه المرحلة واستعادة دولته